ده محتوى حلقة النهاردة لكن قبل ما نخش في التفاصيل عايز أقول لكم ببناسبة خود مني والكلام اللي المهندس عدلي بيقوله الأهلي لما بيكون طرف أي مشكلة لها وضع ما بيلجأ للقنوات المسؤولة وحتى شفته في الانتخابات لما حصلت وقعت عدم اعتماد النتيجة بفوز الأساس العمري فاروق بمقعد نائب الرئيس الأهلي لجأ للقنوات المختصة المسؤولة ولجأ للقضاء الإداري واخد حكم أنصفه فيه القضاء الإداري وأنصف الجمعية العمومية وأنصف قانون الرياضة وأنصف لايحة النظام الأساسي اللي قانون الرياضة 71 لسنة 2017 عظم دور الجمعيات العمومية وخلها صاحبة الولاية الوحيدة والصحيحة والسليمة على مقدرات النادي وحقوقه ده كان من منطلق القانون 71 لسنة 2017 اللي الناس للأسف بتتهم القانون واحد عايز يجامل حد ضد حد فيرمي طبطن في القانون من غير حتى ما يتشاف وهي كانت فلسافة القانون تعظيم دور الجمعيات العمومية ده في الأساس الأهلي لجأ لمحكمة القضاء الإداري شفتوا الأسبوع الماضي المحكمة أنصفت الأهلي بقبول الطعن اللي طعنه الأساس العمري فاروق ومحاميه ضد قرار سلبي للوزير واللجنة الأولمبية بالامتناع عن اعتماد النتيجة كان المفروض أن احنا منتظرين أنه حيتم الاعتماد حكم المحكمة يعني حكم المحكمة نافذ وينفذ بالمسواد ده إلى أنه وزارة الشباب والرياضة اعتمدت هذا الحكم طبعا وقيل أنه اللجنة الأولمبية لم تعتمد بعد لها وجهة نظر هي إيه؟ لازم أن نقف عليها عند صحيح هي إيه أستاذ إبراهيم عشان أنا عندي التصور كده عايزة أوضحه بس قبل ما أخش مع المحترفين اللي حيحكو لنا وجهة نظرها إيه؟ وجهة نظر اللجنة الأولمبية ما ترشح عنها يعني هو ما تقالش أنه فيه قرار رسمي أو فيه تفسير رسمي أو فيه بيان رسمي صدر عن الشؤون القانونية في اللجنة الأولمبية لكن ما ترشح على سطح الإعلامي من اللجنة الأولمبية أني شايفة أنه كان على الأهل أن يلجأ لمركز التسوية وفض المنازعات في اللجنة الأولمبية وليس للقضاء الإداءة هنا بس عايزة أقول حاجة أنت ممنوع تلجأ في الأمور الخلافية الرياضية للقضاء العادي لكن ما تفاهمنيش لو أن هناك أمرا جنائيا أو هناك مخالفة دستورية أنك ما تلجأش أو ما على شكلتها مثلا الخلاف في قضية الأستاذ العامري هو خلاف في تفسير وتطبيق نصوص النظام الأساسي سواء بتاع الاسترشادي اللي الكور بتاعه أفرزه باقي مع بعض الأمور الخاصة الأنظمة الخاصة بالأندية والهيئات ومنها النادي الآن المنوط بهذا التفسير هو تفسير في القانون وليس خلافا رياضيا هو مش اتنين بيتنزعوا في الحقوق ما هوش لعيب موقوف وانت بتتظلم عليه ما هوش لعيب له حقوق وعايز حقوقه ما هوش ناديين بيختلفوا على لاعب هذا خلاف في تفسير اللوائح مفهوم البسيط كمواطن المنوط به هي الجهات القضاء العادي طيب عموما يعني قبل ما نغسك كثيرا في تفاصيل ده المفروض الأمر معروض على اللجنة الأولمبية النهاردة كانت أجازة طبعا من المحتمل ومن المنتظر مع عودة العمل يوم السبت تبت اللجنة الأولمبية في الحكم الصادر لصالح الأساس العامري فارو أنا لم أقول كده بس يا سيد مراهيم عشان محدش يصور اللجنة الأولمبية أن هناك تعامل تجاهل صحيح كل الكلام اللي تقالوا أتاهم من الوزارة الشباب أو لجنة الأولمبية إحنا سنحترم تفسيرات القانون طيب كان أيضا في إطار حرص النادي الآلي على احترام سيادة القانون وعدم الرد على أي تجاوزات أو أي تطاولات إلا من خلال الأطر الشرعية والقانونية فشفتوا حضراتكم لما مجلس إدارة النادي الآلي ورئيسه الكابتن محمود الخطيب مساهوا بعض الإساءات مما حدث من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في فترات سابقة من تجاوزات لجأت إدارة النادي الآلي إلى المحكمة شفنا في الفترة الأخيرة المحكمة الاقتصادية أصدرت حكم برفض الدعوة المقامة لكنه النهاردة الجديد حسب ما نقلت المواقع كلها كشفت مصادر قضائية مطلعة بالمحكمة الاقتصادية أن النيابة العامة طعنت على حكم البراءة الصادر لمرتضى منصور بجلسة 26-21 من محكمة الجنح الجزئية بالمحكمة الاقتصادية برئاسة القاضي أحمد عبد القهار في قضية من ضمن 13 قضية تقدم بها مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور باتهامه بواقع سب وقسف وخدش سمعة العائلات أساسة النيابة العامة طعناها على خطأ محكمة أول في تطبيق القانون وثبوت التهمة في حق المتهم وبحسب مواد القانون الإجراءات الجنائية فإن طعن النيابة على حكم البراءة تعيد القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل صدور الحكم وتنظر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية القضية من جديد وتحدد لنظرها جلسة 26-23-20-22 اشتركوا في القانون